بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أبناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم وعلمكم الأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلي الأستاذ محمد الأكلبي بمشيئة الله رح نستكمل معكم دروس مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي اليوم بمشيئة الله عنوان درسنا هو وحدات الطول المترية وحدات الطول المترية ننطلق إلى فكرة الدرس بإذن الله فكرة الدرس اختيار الأدوات والوحدات المناسبة لتقدير أطوال الأشياء وقياسها إذن مثل ما استعرضنا بارك الله فيكم فكرة الدرس كذلك لدينا مجموعة من المفردات بارك الله فيكم الصانتيمتر ونرمز له بالرمز سيميم ولكن عند قراءته ونطقه نقرأه سانتيمتر حتى لو كان مكتوب بماذا بالرمز حقه أو الاختصار حقه بارك الله فيكم الملي متر ورمزه ميم لا ميم كذلك المتر ورمزه ميم ولكن مثل ما أكدنا عند قراءته نقرأ الرمز متر واضح يا أبطال بارك الله فيكم وأخيرا الكيلو متر ورمزه كاف لا ميم ونقرأه كيلو متر بارك الله فيكم إذن لدينا هذا الاستعداد بارك الله فيكم نقرأه مع بعض ومن ثم ننطلق إلى الأمثلة الخاصة بهذا الدرس يركض أحمد حول مضمار مرة يوميا فهل أقيس هذه المسافة بالملي مترات أم بالسانتيمترات أم بالأمتار أم بالكيلو مترات ما رأيكم يا أبطال لدينا هذا السؤال هذا الطالب أحمد يركض حول مضمار يقول هل أقيس هذه المسافة بالملي مترات أم بالسانتيمترات أم بالأمتار أم بالكيلو مترات ما رأيكم يا مبدعين؟ فكروا فيها ودعونا ننطلق الآن بارك الله فيكم إلى هذا الملاحظة أو التأكيد على مقدار كل وحدة من الوحدات بارك الله فيكم حتى نستطيع أن نتخيلها يقول أستعمل السنتيمتر والمليمتر لقياس الأطوال الصغيرة لقياس الأطوال الصغيرة نستخدم ماذا؟ السنتيمتر والمليمتر طيب وش باقينا من الوحدات؟ باقينا المتر والكيلومتر يقول ولقياس الأطوال والمسافات الكبيرة يستعمل المتر والكيلومتر إذن يا أبطال المسافات القصيرة وصغيرة نستخدم معها المليمتر والسنتيمتر بارك الله فيكم المسافات والأطوال الطويلة والكبيرة نستخدم معها المتر والكيلومتر بارك الله فيكم طيب يا أبطال لدينا أربعة من الأشياء هنا لدينا قطعة النقود هذه لاحظتوا قطعة النقود سماكة قطعة النقود بارك الله فيكم تساوي كم سماكة قطعة النقود تساوي واحد ملي متر تقريبا يا أبطال سماكة قطعة النقود الريال أو النصف ريال أو الربع ريال تساوي كم واحد ملي متر بارك الله فيكم حتى نستطيع أن نتخيل يا أبطال طيب يا أبطال عرض السبابة لحظوا من هنا إلى هنا بارك الله فيكم المسافة هذه هذه المسافة تقريباً 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر إذن عرض السبابة 1 سنتيمتر طيب غرفة الصف باب غرفة الصف يا أبطال أو غرفة النوم بابها عرضه تقريباً 1 متر عرضه تقريباً 1 متر بارك الله فيكم واضح يا أبطال؟ إذن عرفنا ونستطيع الآن نتخيل الملي متر بارك الله فيكم اللي هو سماكة قطعة النقود 1 سنتيمتر مثل ماذا؟ عرض السبابة بارك الله فيكم 1 متر مثل ماذا يا أبطال؟ مثل باب غرفة الصف أو باب بارك الله فيكم غرفة النوم عرضه طبعاً يا أبطال صح ولا لا؟ بارك الله فيكم طيب يا مبدعين إذ أمشي كيلو متراً واحداً خلال 20 دقيقة تقريباً أنا لو بستمر بالمشي هكذا يا أبطال لمدة 20 دقيقة المسافة التي أقطعها تقريباً واحد كيلو متر المسافة التي أقطعها واحد كيلو متر إذن لو بدأت أمشي في شارع مدة 20 دقيقة المسافة التي أقطعها خلال هذه العشرين دقيقة واحد كيلو متر إذن يا أبطال الآن أستطيع أني أتخيل الملي متر والسنتيمتر والمتر وكذلك الكيلو متر واضح يا أبطال؟ هذه ستساعدنا بمشيئة الله على اختيار الوحدات المناسبة أسعدكم الله الآن نمسح وننتقل إلى الأمثلة نكمل هذا المثال يا أبطال امتداد للإستعداد الذي أخذناه محمد وهو يجري حول المضمار ما قال اختار الوحدة المناسبة لقياس المسافة التي قطعها ملي متر سنتيمتر متر كيلو متر إذن خلونا نقرأ اختار الوحدة الأنسب لقياس المسافة التي يركضها أحمد المرة الواحدة بارك الله فيكم بيركض لمرة واحدة حول مضمار بارك الله فيكم يقول لك هل الوحدة هي ملي متر أو سنتيمتر أو متر أو كيلو متر نقرأ الإجابة الملي متر والسنتيمتر وحدات صغيرة جدا وحدات صغيرة جدا هل أقس فيها مسافات مثل مسافة التي أقطعها وأنا أركض؟ لا إذن يا أبطال هي صغيرة جدا أما الكيلو متر فوحدة كبيرة جدا كيلو متر وحدة كبيرة جدا كأن أمشي لمدة عشرين دقيقة يا أبطال هذا واحد كيلو متر كل ما هو أقل منه أستطيع قياسة بالمتر صح؟ ولا لا بارك الله فيكم طيب لا تقاس بها المسافة حول المضمار ما نستطيع أن أسقدم قياس الكيلو متر حول المضمار وخصوصا أنه راح يلف لفة مرة واحدة صح؟ ولا لا بارك الله فيكم طيب لذلك فالمتر وحدة مناسبة لقياس المسافة التي يركضها أحمد المتر هي الوحدة المناسبة لماذا يا أبطال؟ كل ما هو دون الكيلو فأستطيع قياسة بارك الله فيكم بالمتر كأن أركض حول المضمار لمرة واحدة إذن لم أتجاوز الكيلو متر إذن أستطيع أقيسة بالمتر بارك الله فيكم طيب يا أبطال حتى ماذا؟ ما هو دون الكيلو متر حتى ماذا؟ حتى المسافة التي تكون مثل عرض الباب ولكن لو كانت أقل من عرض الباب ما أستطيع أقيس بالمتر لماذا؟ لأن أقل من عرض الباب أصغر من المتر إذن أنتقل للوحدة ماذا؟ الصانتيمتر بارك الله فيكم واضح يا مبدعين؟ أسعدكم الله طيب كل هذه سنحتاجها بالمشيئة الله في التدريبات ننطلق إلى المثال التالي اختار وحدة القياس المناسبة في مزرعة حسام خلية نحل إذن في مزرعة حسام يا أبطال خلية نحل اختار الوحدة المناسبة لقياس طول النحلة نبغى نختار الوحدة المناسبة لقياس طول النحلة يا أبطال أنت أحد منكم قلت شاف نحلة يا أبطال؟ بارك الله فيكم النحلة صغيرة جدا صح أو لا؟ أسعدكم الله يلا خلونا نقرأ هذه الإجابة يقول لي تحديد الوحدة المناسبة لقياس طول النحلة وهل هي المليمتر أم الصانتيمتر أم المتر أم الكيلومتر أتابع التعليل الآتي طيب أنا أبغى أحدد هل الوحدة مليمتر صانتيمتر متر أم كيلومتر نرى هذا التعليل يا أبطال المتر والكيلومتر وحدات كبيرة جدا صح أو لا؟ أسعدكم الله كما يستعمل الصانتيمتر لقياس الأطوال الصغيرة أما المليمتر فيستعمل لقياس الأطوال الصغيرة جدا وما رأيكم؟ هل النحلة كبيرة؟ لا صغيرة هل هي صغيرة أو صغيرة جدا يا أبطال؟ صغيرة جدا بارك الله فيكم صح أو لا؟ إذن يا أبطال لذلك يستعمل المليمتر لقياس طول النحلة سهل أو لا صعب يا أبطال؟ بارك الله فيكم الله يسعدكم سمحوا لي أمسح الآن وأنتقل معكم إلى المثال الثالث معنا لهذا اليوم بارك الله فيكم الآن أقدر الطول الآن لاحظوا شكالك أقدر إذن يا أبطال يبغى ناتج تقديري وليس الناتج الدقيق بمجرد النظر بارك الله فيك أبغاك تعطي حكم خلاص نتذكر يا أبطال الأشياء اللي أخذناها الصور الأربعة اللي هي سماكة بارك الله فيكم قطعة النقود وكذلك عرض السبابة وكذلك عرض الباب غرفة الصف وكذلك أني أمشي عشرين دقيقة هذه مسافة واحد كيلو وعرض الباب واحد متر وعرض السبابة بارك الله فيكم واحد سانتي وسماكة قطعة النقود واحد ملي نتذكر يا أبطال حتى نستطيع أن نقدر الوثب الطويل بقي الرقم العالمي في الوثب الطويل ثابتا لسنوات عديدة ما التقدير الأفضل للمسافة التي وثبها صاحب الرقم العالمي ما هي أو ما التقدير الأفضل للمسافة التي وثبها صاحب الرقم العالمي الوثب يا أبطال أنه يأتي المتسابق ويركض لمسافة ومن ثم يقفز دون أن يلمس الأرض حتى يلمس الأرض المسافة من هذا الخط يا أبطال حتى المكان الذي سيلمس فيه الأرض يحسبون هذه المسافة ويقدرونها له مسافة الوثب بارك الله فيكم طيب أطول مسافة حققت يا أبطال وسجلت كرقم عالمي هل هي تسعة متر أم تسعة كيلو متر ما رأيكم يا أبطال هل هي تسعة متر أم تسعة كيلو متر نحتاج أن نفكر قبل أن نجيب المتر يا أبطال المتر الواحد والكيلو الواحد نحن نعرفه صح ولا لا تعرفنا عليه المتر الواحد هو مثل عرض باب الصف بينما الكيلو الواحد كأن أمشي لمدة عشرين دقيقة يا أبطال صح ولا لا بارك الله فيكم هل يستطيع شخص أن يقفز 9 كيلو متر ما رأيكم؟ هل يستطيع أن يقفز 9 كيلو متر؟ أنت لو بتمشي مدة 20 دقيقة راح يكون المسافة هذه 1 كيلو متر و 20 دقيقة أخرى كيلو متر ثاني و 20 دقيقة أخرى كيلو متر ثالث وهكذا هل يستطيع شخص أن يقفز هذه المسافة يا أبطال؟ لا لا يستطيع هذه أو هذه الخيار بعيد جدا صح؟ غير ممكن إذن يا أبطال ننظر الآن للإجابة مع بعض بارك الله فيكم أفكر بارك الله فيكم عرض الباب حوالي مترا واحد صح أو لا؟ عرض الباب مترا واحد لذلك من المنطقي أن يقفز المتسابق مسافة قدرات 9 أمثال عرض الباب صح أو لا يا أبطال؟ لو بتجي وتركض أنت وتقفز راح تقفز ممكن مثل عرضين أو ثلاث مرات مثل عرض الباب أو أربع مرات أو خمس مرات بينما هذا المتسابق العالمي قفز 9 أمثال عرض الباب إذن هذا منطقي صح أو لا يا أبطال؟ بارك الله فيكم طيب لذا فإن 9 متر تقديرا معقول بينما 9 كيلو متر تقدير غير معقول صح أو لا يا أبطال؟ بارك الله فيكم سهلا؟ أسعدكم الله أبنائي وبناتي الآن ننتقل إلى التدريبات بارك الله فيكم الآن لدينا مجموعة من التدريبات كل سؤال يا أبطال سأقرأ لكم أوضح لكم وأترك لكم برهة من الزمن تجيبون ومن ثم نجيب مع بعض بارك الله فيكم جاهزين يا مبدعين؟ أسعدكم الله أختار الوحدة الأنسب مليمتر سنتيمتر متر كيلو متر لقياس كل من الأطوال الآتية إذن لدينا مجموعة أطوال أبغى أحدد ما هي الوحدة المناسبة هل أختار المليمتر السنتيمتر المتر الكيلو متر يلا نبدأ طول نملة بارك الله فيكم طول نملة هل أقيسها بالمليمتر سانتيمتر المتر الكيلومتر تفضل يا أبطال معكم برها من الزمان فكروا فيها هيا مبدعين وصلتوا للإجابة بارك الله فيكم طول النملة صغيرة بل صغيرة جدا صح ولا لا يا أبطال إذن نقيسها بماذا؟ بالمليمتر بارك الله فيكم إذن نكتب مليمتر أو نكتب الاختصار حق المليمتر من يذكرني بالاختصار حق المليمتر؟ ميم لا ميم بارك الله فيكم ولكن نقرأه ماذا؟ ملي متر صح ولا لا يا مبدعين بارك الله فيكم طيب يا مبدعين طول السيارة طول السيارة من أول السيارة إلى نهايتها طولها هل نقيسة بالملي متر؟ بالسانتي متر؟ بالمتر؟ بالكيلو متر؟ تفضل يا مبدعين هيا مبدعين وصلت للإجابة؟ بارك الله فيكم طبعا تختلف السيارات ولكن طولها نستطيع قياسها بماذا؟ بالمتر بارك الله فيكم إذن وحدة القياس المناسبة هي المتر صح ولا لا يا أبطال؟ بارك الله فيكم طيب الآن ننتقل المسافة بين المدن المسافة بين المدن مثل الرياض جدة أو الرياض الدمام أو أبهى الرياض صح ولا لا؟ أو أبهى الطائف بارك الله فيكم هذه المسافة بين المدن نقيسها بماذا؟ الملي متر؟ سنتيمتر؟ المتر؟ الكيلو متر لكن قبل كل حاجة ذكروني المسافة بين المدن كبيرة جدا؟ ولا صغيرة؟ كبيرة جدا يلا يا مبدعين حددوا ما هي الوحدة المناسبة هيا مبدعين وصلت للإجابة؟ بارك الله فيكم طيب يا أبطال مثل ما قلنا لكم المسافة بين المدن هل هي مسافة قصيرة أم كبيرة جدا؟ كبيرة جدا كأن أحسب المسافة مثلا من القصيم حتى عرعر صح ولا لا يا أبطال؟ هذه مسافة كبيرة جدا بارك الله فيكم إذن نقصها بماذا؟ بالكيلو متر ورمزه بارك الله فيكم كافلام ميم وننطقه كيلو متر بارك الله فيكم إذن ننتقل الآن للوحدة الرابعة أو السؤال الرابع بارك الله فيكم طول قلم الرصاص قلم الرصاص الذي بين يديك يا أبطال ما هي الوحدة المناسبة له؟ ملي متر؟ سنتيمتر؟ متر؟ كيلو متر؟ بارك الله فيكم تفضل يا مبدعين هاي يا مبدعين وصلت للإجابة؟ بارك الله فيكم طول قلم الرصاص أنا بسألكم وقلوا لي نعم أم لا هل أقيسها بالمتر؟ لا صح ولا لا يا أبطال؟ لأنه مسافة قصيرة بينما طول المتر أو وحدة المتر نقيسها للمسافات الكبيرة مثل ماذا؟ مثل عرض الباب صح ولا لا؟ إذا نقيسها بماذا؟ بالسنتيمتر بارك الله فيكم من يقول لي الإختصار حق السنتيمتر؟ سين ميم بارك الله فيكم من أنطقها؟ سنتيمتر بارك الله فيكم سهلا ولا صعبة؟ أسعدكم الله إذن نمسح مع بعض يا مبدعين وننتقل إلى الأسئلة التالية بارك الله فيكم الآن السؤال الخامس ما التقدير الأنسب لطول حافة السبورة؟ ثلاثة متر أم ثلاثة كيلو متر؟ السبورة اللي أمامك في الفصل بارك الله فيكم حافتها يا أبطال تحت القطع الألمنيوم اللي موجودة في أسفل السبورة طولها بارك الله فيكم هل أقيسها ثلاثة متر أم ثلاثة كيلو متر؟ ما الأنسب؟ هيا مبدعين فكروا فيها يلا يا مبدعين هيا أبطال ما رأيكم ما التقدير الأنسب؟ ثلاثة متر أم ثلاثة كيلو متر؟ السبورة ما هي مثل ثلاثة أمثال عرض الباب؟ باب الفصل عندك عرض باب الفصل واحد متر صح ولا لا يا أبطال؟ إذن السبورة اللي أمامك ممكن ثلاثة أمثال أو أربع أمثال صح ولا لا؟ عرض الباب إذن ثلاثة متر أربع متر إذن وحدة المناسبة ما هي؟ المتر صح ولا لا؟ إذن ثلاثة متر معقولة ولكن هل السبورة ثلاثة كيلو متر؟ لا غير منطقي إني بمشي من أول السبورة لمدة عشرين دقيقة ونمشي حتى أوصل واحد كيلو هنا يقولك ثلاثة كيلو إذن غير منطقي المنطقي هو ثلاثة متر إذن نحددها بارك الله فيكم سهلا ولا صعبة ونكتب ثلاثة متر بارك الله فيكم هي الوحدة الأنسبة والتقدير الأنسب الآن بارك الله فيكم نبغى المصطرة أمامك راح ننتقل لهذا السؤال السؤال التالي يقول أقدر ثم أقيس إذن عندك أمرين أول شيء ستصدر حكم تقديري ومن ثم ستقيس بالمصطرة يلا يا أبطال يقول أقدر ثم أقيس الطول مستعملا الملي متر السانتي متر المتر جاهزين يا مبدعين الآن عرض الكتاب عرض كتاب الرياضيات الذي أمامك بمجرد النظر تتذكرون قلنا الوحدات الغير قياسية يا أبطال مثل ماذا مثل عرض الأصبع كم تتوقع يا بطل عرض هذا الكتاب ممكن نقول 15 سانتي متر ممكن نقول 20 سانتي متر صح ولا لا قد نختلف بعضكم ممكن يقدر 25 سانتي متر الآن أبغى منكم بارك الله فيكم تأخذ المصطرة وتبدأ من حفة الكتاب على اليمين إلى اليسار تضع بداية أو حفة الكتاب محاذية للشرطة أو التدرج المقابل للصفر بارك الله فيكم ونقيس سنرى الحفة الأخرى أين تنتهي تفضلوا يا مبدعي هيا مبدعين وصلتوا قدرتوا تقيسون بارك الله فيكم كم قياس عرض كتاب الرياضيات الذي أمامكم بارك الله فيكم إما 20 أو 21 سانتي متر صح ولا لا يا أبطال إذن اكتبوا بارك الله فيكم نختار 21 سانتي متر بارك الله فيكم بعضكم ممكن يكون قاس كتاب آخر يستطيع أنه يضع عرض هذا القياس هنا بارك الله فيكم طيب يا أبطال عرض غرفة الصف الآن غرفة الصف اللي أنت فيها كم عرضها تقريبا قد تختلف من مدرسة إلى مدرسة من مكان إلى مكان ولكن أنت قس غرفة الصف اللي أنت فيها قدرها أولا باستخدام عرض الباب في ذهنك كم مثل كم عرض غرفة الصف بالنسبة للباب مرة واحدة مرتين ثلاث مرات أربع مرات مثل الباب خمس مرات مثل الباب ولا لا وبعد ذلك نقيسها بالمتر باستخدام المتر تفضل يا مبدعين وصلت للإجابة يا مبدعين بارك الله فيكم إذن عرض غرفة الصف كم تقريبا بعضكم ممكن يقول أربع متر صحيح كنت تكون عرض غرفة اللي هو فيه أربع متر بعض الفصول عرضها خمسة متر بعض الفصول عرضها ستة متر صح ولا لا بارك الله فيكم إذن ستسجل أنت في أمام هذا السؤال العرض الدقيق اللي موجود عندك في فصلك سنكتب هنا خمسة متر وتستطيع كتابة العرض إذا اختلف عن هذا لأن هذه الإجابة تقديرية بالنسبة للمكان اللي أنت فيه يا بطل واضحة؟ بارك الله فيكم أبناء وبناتي الآن نمسح وننتقل إلى الأسئلة التالية كذلك هذه الأسئلة يقول اختروا الوحدة الأنسب الآن مليمتر سنتيمتر متر كيلومتر لقياس كل من الأطوال الآتية بنفس الفكرة ارتفاع سارية العلم ارتفاع سارية العلم يا أبطال هل نقيسها بالمليمتر بالسنتيمتر بالمتر بالكيلومتر أولا هل هي مسافة قصيرة أم كبيرة؟ كبيرة طيب هل هي كبيرة جدا حتى نقيسها بالكيلو؟ لا إذن ما الوحدة المناسبة؟ المتر بارك الله فيكم إذن نكتب الوحدة هي المتر بارك الله فيكم ننتقل إلى السؤال العاشر المسافة التي تقطعها طائرة المسافة التي تقطعها طائرة في الجو ما رأيكم؟ مسافة كبيرة جدا إذن المسافات الكبيرة جدا نقيسها بماذا؟ بالكيلومتر بارك الله فيكم ونكتب رمز الكيلومتر كاف لا ميم ونقرأها كيلومتر بارك الله فيكم ننتقل الآن إلى السؤال الحادي عشر طول قلم التلوين طول قلم التلوين الآن أمامك ألوان طلع أحد الأقلام للتلوين قياس طولة يا أبطال ما الوحدة الأنسب؟ مليمتر سانتيمتر متر كيلومتر نسأل نفسنا هل هي مسافة قصيرة أم كبيرة؟ قصيرة هل هي قصيرة جدا؟ لا إذن نحدد الوحدة الأنسب ما هي؟ السانتيمتر إذن نكتب بارك الله فيكم سانتيمتر كوحدة لهذا السؤال طيب يا أبطال طول حشرة طول حشرة حشرة مثل النملة مثل الحشرات الصغيرة اللي نراها يا أبطال طولها ما رأيكم؟ هل هي كبيرة أم صغيرة؟ صغيرة طيب أسألكم هل هي صغيرة أم صغيرة جدا؟ صغيرة جدا اللي صغيرة جدا نقيسها بماذا؟ ممتازين بارك الله فيكم بالمليمتر إذن نكتب هنا مليمتر بارك الله فيكم كوحدة مناسبة لقياس هذا السؤال إذن الآن اسمحوا لي نمسح وننتقل مع بعض إلى هذا السؤال بارك الله فيكم أقدر ثم أقيس الطول مستعملا المليمتر الصانتيمتر المتر بارك الله فيكم يلا عرض راحة اليد ما رأيكم؟ عرض راحة اليد يا أبطال تختلف من يدي إلى يدك إلى يد زميلك أنت انظر إلى يدك كم تتوقع عرضها؟ هيا يا أبطال كل يقدر بالنسبة لي أنا ليدي هذه ما رأيكم؟ عرضها عشرة سنتيمتر قد تكون عشرة سنتيمتر هذا التقدير ولكن الآن وقت القياس أريد منكم كل واحد يأخذ مصطرة ويبدأ يقيس عرض يده العرض راحة اليد من هنا إلى هنا يا أبطال بارك الله فيكم واضح؟ تفضل يا مبدعي هيا مبدعين قستو بارك الله فيكم إذن كم يكون عرضها؟ بارك الله فيكم تقريبا عشرة سنتيمتر إذن نكتب عشرة سنتيمتر وقد يختلف هذا الجواب بالنسبة لكبر اليد أو مصغرها صح ولا لا؟ إذن كل واحد يسجل القياس اللي هو وصل له بارك الله فيكم الآن ننتقل إلى ارتفاع الباب ليس عرض الباب بل ارتفاعه بارك الله فيكم من الأرض إلى الأعلى باب غرفة الصف بالتقدير بمجرد النظر بارك الله فيكم ممكن نقول ثلاثة متر صح ولا لا؟ ولكن بالقياس حاول تقيسون ارتفاع الباب الآن يا أبطال بلغونا كم يطلع معكم تفضل يا بارك الله فيكم هيا مبدعين وصلتوا للإجابة بارك الله فيكم إذن ارتفاع باب غرفة الصف تقريبا اثنان متر بارك الله فيكم قد يختلف من مكان إلى مكان ولكن الصف تقريبا دائما طول بابه اثنان متر سألونا صعبة بارك الله فيكم أسعدكم الله إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم بمشيئة الله الحصة القادمة ستكون امتداد لهذه الحصة وامتداد لهذا الدرس سنأخذ مجموعة من التدريبات الأخرى حتى نسقل مهارتنا مثل ما أكدنا دائما يا أبنائي وبناتي الرياضيات مادة مهارات لا يكفي مجرد الفهم لا بد أن نمارس ونطبق أكثر حتى تثبت هذه المهارة إذن إلى أن نلتقيكم في الحصة القادمة على خير تقبلوا تحياتنا كان معكم معلمكم علي القحطاني ورافقني في لغة الإشارة زميلي السيد محمد الأكلبي في أمان الله